بعدما بلغت نسبة تطعيم نحو 70% تشهد إصابات كوفا 19 تراجعا ملحوظا نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة من الطواقم الطبية إلى جانب الوعي المتزايد لدى المواطنين والمقيمين تراجع الإصابات هذا دليل واضح على أن التطعيم لا فعالية جدا كبيرة فكل ما زاد عدد المطعمين بالتالي ستزيد أعداد الإصابات تنعكس على أعداد الأشخاص اللي تعالجون داخل المستشفى والعناية المركزة وأكيد الوفيات فالله الحمد كل ما زادت نسبة التطعيم قلت الأعداد إن شاء الله وصول البلاد إلى المناعة المجتمعية المرجوة يعد مؤشرا جيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها وانخفاض نوبات الغلق بين الناس طول فترة السابقة كنا نسعالها هو المناعة المجتمعية وهي وصولنا إلى نسبة تطعيم 70% من سواء الشعب سواء مواطنين أو مقيمين ولله الحمد يمكن منك كثير ما تذكرت في البداية أننا وصلنا لهذا العدد 70% وكل ما زاد العدد عن 70% هذا الشيء أكيد سيأثر علينا بشكل إيجابي للحفاظ على المجتمع من الوباء ومن المتحورات أيضا يذكر أن الكويت خصصت مواردها وكوادرها للسيطرة على الجائحة عبر الحملة الوطنية للتطعيم التي بدأت منذ نحو ثمانية أشهر لتكون ثمارها الوصول إلى نسبة 70% من المطاعمين وتطعيم أكثر من مليونين وستمائة ألف تغريبا عبدالله العنزي لتلفزيون المجلس